أول رد وتبرير لجورج كرديحي على هجومه على السعودية بعد الجدل الكبير بسبب مهاجمته السعودية والحديث عن أزمة دبلوماسية عربية رد وزير الأعلام جورج كرديحي على ما أصير حول تصريحاته لبرنامج برلمان الشعب قائلا لم أقصد ولا بأي شكل من الإشكال الإساءة للسعودية أو الإمارات ولكني أقن لهم ولشعبهم كل الحب والوفاء وأوضح أن ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عباسية يجب أن تتوقف قلته عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات وضمنا بمصالحهم وأضاف أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آتي لقمع الإعلام ولفت إلى أن المقابلة المتداولة أجريت في الخامس من شهر آب الماضي أي قبل شهر من تعييني وزيرا في حكومة الرئيس ترجمة نانسي قنقر